السلام عليكم كنت منها شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين تكونوا باحسن احوال الفيديو ديال اليوم عن شارك معكم واحد طريقة سهلة نعملوها جنب صفيفة او جنب طفيرة بطريقة سهلة مبساطة هي دخلة في تنبات عشوائي كنحتاجو العرض اللي بغينا هنا اعمل سنتيم كيف ما كتلاحظو وستارت بستيلو اللي كيزول بسخانة امكانكم تعملو سنتيم امكانكم تعملو نص سنتيم امكانكم تعملو اربع سنتيم كيبقى له سعية على حسب شنو ما بغيتو هنا لانواع ديالجوهار اللي عندي ولكن عن خطر منو وهذا الجوهار المهرس وبطبيعة الحال هذا الخيط اللي عن خدم به الرقم دياليبرا كيف ما كتلاحظو رقم 12 لان بزاف ديالاخوات كيسا قسمنيش من رقم دياليبرا استعملت وهذاك المهرس وهذا سيبور وهذا زمروت الرقم 3 حاولت انخفف الفيديو هكذا باش ميجيكمش المالل وفي نفس الوقت يعني تستفضوا من الفيديو هنا عملت سيبور وكنتبتو مرة تانية علش كنتبتو هكذا باش ميك يبقى انفيكسي في جلبة حتى اذا عملنا في جلبة اوقفتان مالين جيو نصبنو يبقى انفيكسي والخدمة هادي كتبقى عشوائية مشي دروري تعملوا في حالي كنعمل انا احنا هنا فقط كنعمروا الفراغات بطريقة سهلة ومبسطة اعملت جوها المهرس طويل وانعمل هاد الاسطور هادو عملت واحد جوج 3 ودابا اعمل اربعة العادت كيبقى على حسب الاختيار زيال كمتوما مشي دروري تعملوا نفس العادت اللي عملت انا هنا سيبورة صغيرة كيفما كتلاحظوا كيفما قلت لكم ضروري يخصني نعمر الفراغات في نفس الوقت يعني يجي الخدمة ديالي من الدماء اه ماشي اه مخربقة وفي نفس الوقت كيفما كنقولو احنا يا عشوائية هنا اعملت اه في الاول اعملت مسطر على العرض ودابا انا اعمل مسطر على الطول العادت كيفما قلت لكم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم مشي دروري تعملوا نفس العادت اللي عملت انا الخدمة كيفما قلت لكم سهلا بالنسبة للون فانا اعملت هنا الذهبي بامكانكم تعملوا الالوان بامكانكم تعملوا اللون واحد جوج الالوان ثلاثة الالوان اربعة ديالالوان تخلطوا الالوان كاملين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم هاكدا في الانواع ديالجوهار فانا اعملت الجوهار اللي عندي هادي عادي كشريتا وقلت علاش ما نجربهاش فهد تنباتا هادا باش نشوف كيف شاعد جي وفي نفس الوقت نشارك معاكم الفكرة هاكدا كسبقه موقفه ماللي كنلبسوه الجلعبه او القفطان ماللي كنلبسوها كتجي على شكل هدوب وكيف ما كتلاحظو هاد المهررس مره كنعملوه على شكل طولي وبعد المرات كنعملوه على شكل في العرض هاكدا باش الخدمه كتجي نو مبدله فديك المكان ديال كيف ما كتلاحظو ديال ديال ديالبروش هادا كنخليها خاوي باش مني كنلبسو الجلعبه هي كسنزل في المكان دياله بقالي هاد طريف هادا خاوي عليها كيف ما قدلكم اعن عمر الفارغ لخدمه كتجي غزاله الفيديو صراحه ما اعطاهش حقه مظهرش الموديل كيف ما هو مباشرة صراحه جاه في المباشر احسن متصوير ايه اللي بغيت انتو ما يعني وكان عندكم جوهر تقريبا في حل ديالي جربوه وشوفو كي باش عيجيه صراحه كي جي مزاون خصوصا الناس اللي كي بغيوا بشي حاجة في الجلعبه وما كيعرفوش التنبات فهالطريقة هادي صراحه سهلة جربوها ان شاء الله هتعجبكم وفي نفس الوقت مبدلة ماشي بحل التنبات العشوائي اللي موالفين كنشوفه والانواع ديالجوهر نقول لكم مرة تانية فانا استعملت هاد النوع الموج ديالجوهر المهرس طويل فبإمكان كنت عوضه بالمهرس العادي بإمكان كنت عملوه اربعة ديالحبات او خمسة ديالحبات بالنسبة زمروت عملت رقم ربعة سيبور عملت رقم ثلاثة سيبور عملت سيبور متوسط وعملت هاد النوع ديالبروشات فبإمكان كنت عوضه بأي نوع أما الألوان فاستعملت الدهبي فقط كيف ما اكتلاحظو وكيف ما قد لكم فبإمكان كنت عملوه الدهبي نقريه أي لون بغيتو الأسود الأحمر كيبقى على حسب الاختيار ديالكم فأنا في الفيديو حاولت نعملكم لون واحد باش هكدا نقرب لكم فكرة الناس اللي كيبغيوا يعملوا لون واحد أما إذا بغيتو تخلطوا الألوان كتبوها لي في التعليقات وأنا إن شاء الله نشارك معكم الألوان المغلوقة والألوان الفاتحة وحتى الألوان فلاش إذا بغيتو نعملكم موديلات باش إن شاء الله إذا بغيتو تعملوا شي حاجة تكون عندكم فكرة غرس هاد البروشة هادي كيف ما كتلاحظوا جوج مار راس هكدا باش تبقى مفيكسيا مدة أطول ومتزلش مع الحركة بزف كيف ما كتلاحظوا المكان دياله بقى فارغ كيف ما قلت لكم هكدا كتبان كتتحرك بزف أما من اللي عدت لبس الجلابه عجي واقفة في المكان دياله كتجي مزيونة بزف المهم جربوها وردوا عليها الخبار وكيف ما كتشوفو ديك الجو هنمهرس هنقول لكم مرة كتعملوها أفوقي ومرة كتعملوها عامودي ولكن كتبعدوها لابعطيتو وحد شوية شريت هاد النوع ديالأحجار في حالو في حال البروش نفس اللون ديالبروش فهاد الموديل هادا استعملت الدهابي وعندي الفردين ان شاء الله ياربي نشاركو معاكم في الموديل اللي مجي المهم إلا ما عرفت الشي حاجاك تبوهلي في التعليقات فأنا رهن لإشارة ديالكم كنبغي نعمل فيديو في نفس الوقت يعني كنحاول بما أمكان نشرح لكم زيان باش تستفدوهم أي حاجا عملتا ما فهمتوشي حاجا وكتبوها لي في التعليقات كنحاول نشرح لكم شوية هاكده باش تفهمو وفي نفس الوقت ما نطولش عليكم الفيديو لأنه إلا طولت الفيديو عنا عرفت وحد ما عنده صبر باش يكمل المهم علي أن نكمل هاد الخدمة ديالي كيفما لحطو الموديل بدكيبا طريقة دياله سهلة ومبسطة خدمناها بلون واحد فكنتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وكيفما قد لكم وكان عود لكم ما فهمتوش أي حاجا كتبوها لي في التعليقات وانا إن شاء الله في أقرب وقت نشاركها معاكم هذا هو الموديل دياليوم كنتمنى إن شاء الله يكوننا الإعجاب ديالكم ومع فيديو جديد إن شاء الله شكرا شكرا